يوعد تكون بتعمل الغلطة دي إنك لما تكون بتعمل إنجاز في حياتك وتكون وصلت لحاجة كبيرة توقت كده وتقول الناس قد إنت تعبت واجتهت وطلع يعني عنيك عشان توصل لحاجة دي محتاج إنك تحسز الناس إنك كأنك ما بزلتش أي مجهود أولاً إنت هتربك أعدائك ومشا تقول لهم الوصفة اللي هم كمان ممكن يوصلوا بيها لهذا النجاح وثانياً بالنسبة لباقي الناس هتفضل إنت دايماً محل الشكوك وهتفضل إنت دايماً في تفكير الناس ويفضل يفكروا فيك كتير أو يبيتكلموا عليك كتير أوي لأن انت عملت حاجة مختلفة ده كان القانون التلاتين اللي كان موجود جواه وكتاب حلو جداً اسمه The 48 Loads of Power أو قوانين القوة أو السطوة 48 نحن تكلمنا كتير قبل كده على الموضوع ده على فكرة وعن الكتاب ده لأن الكتاب ده مهم جداً وأخذنا منه أفكار كتير ويمكن يكون الفيديو الأكثر مشاهدة للزاتونة هو أصلاً كان فيديو بيتكلم على قوانين القوة 48 أي نعم في ناس كتير كانت شايفة أن الفيديو ده والكتاب ده بيعلمك إزاي ممكن تكون خبيث أو إزاي ممكن تكون أنت لئيم مع بعض الأشخاص أو إزاي ممكن تكون شرير ولكن جسوة ساعات الشر بيكسب أو ممكن نقولها أن فكرة أن أنت تكون إنسان لطيف واللي احنا تعلمناها كلنا بشكل وبآخر ممكن تكون دي السبب الأساسي اللي بيخليك دلوقتي مش عارف توصل لأنت عايزه بجد في حياتك والنهاردة وفي الحلقة دي هناخد كمان سبع قوانين هتساعدك أن أنت تكون إنسان عندك كارزمة عالية وتأثير قوي على الناس اللي ممكن تكون موجودة في حياتك وهتخليك إنسان تتخلى عن حاجات كتير قوي ممكن تكون بتعملها والحاجات اللي أنت بتعملها دي وفاكر أن هي لطفة أو فاكر أن هي حاجات كويسة هي دي اللي بتعطلك عن أنك توصل لأحلامك هذا الفيديو ليس لأصحاب القلوب الضعيفة أو اللي عايزين يكملوا بقلوب ضعيفة يلا بنين بتدي السلام عليكم أنا مايكل راشد وإنت بتشوف برنامج إزتونة في البرنامج هنا بنتكلم على كتب كتير بجد ممكن تغير حياتك ولو على أقل بنسبة 1% فتأكد إنك تكون عامل اشتراك وانفعل خاصية الجرس عشان تتابع أول بأول كل الفيديوهات اللي بتنزي عايزك تعتبرني يا أخوك كده وتشوف برنامج إزتونة كل يوم بجد يفريق معي زي ما قلت لكم كان في البداية اخترت لكم سبع قوانين بجد يعني قوانين غريبة شوية ولكن غالبا كلنا محتاجينها أول قانون هنتكلم عنه النهاردة كان القانون رقم 14 من الـ 48 قانون وكان مجدد جهة كتاب ده واللي بيقول خليك باين قدام الناس وكأنك صديق ولكن تصرف وكأنك جسوس عارفين في أفلام الجسوسية أو في المسلسلات مثلا زي رقفة الهجان وجمعة الشوال لما كان بيحطوا جسوس في مكان ما وهذا الجسوس كان بيحاول أنه هو إيه سلاسلة كتير علشان يعرف أخبار من العدو والجسوس ده كان في كل الأوايات بيحاول يصادق الناس كلها ويبين لهم قد إيه هو إنسان جميل وقد إيه هو إنسان محب لللي قدام هي دي فكرة القانون ده إن انت تكون بتجمع أكبر قدر من المعلومات عن الطرف اللي قدامك حتى لو انت ما بتحبوش أو مش بتطيق قدرتك على إن انت تجيب معلومات أكتر عن الخصم بتاعك أو معلومات أكتر عن شخص انت ممكن ما تكونش بتحب تتعامل معاه قدرتك على استنباط المعلومات دي عن طريق إن انت تبنقى صديق وتتصرف كجسوس القدرة دي في حد ذاتها هتدي لك إج أو هتدي لك حاجة تميزك عن باقي الناس دي لو انت مش بتخيلها حاول تتخيل إن انت دلوقتي داخل مكان جديد شركة جديدة بتشتغل فيها حاول في الشركة الجديدة دي تتصرف مع الناس كلها بأتيتود وبإسلوب إن انت صديق ولكن في حقيقة الأمر أنت كأنك جسوس الزراعته جواه قانون رقم 2 اللي كان موجود جواه كتاب ده وبجد ده قانون قوي جدا وممكن يغير حياتك كلها وهو كان ترتيبه في الكتاب رقم 18 على فكرة هو إنك ما تحاولش تعزن نفسك في قلاع أنت بتحاول تحصن فيها نفسك ولكن حاول تكون تحصن نفسك بالحاجة الوحيدة اللي هتخليك دايما كسبها كي ناس من كترة ضغوطات اللي ممكن تكون موجودة عندها تبتدي إن هي تنعزل عن باقي الناس وتبتدي إن هي تحاول تقوي نفسها عن طريق إن هي يكون عندها موارد أكتر من باقي الناس أنا أشتغل بقى شوية على نفسي وأجيب الحاجات اللي هي بجد هتوقف في ظهري شغلي المهم وشغلي هو اللي هيكلم عني وكل الكلام ده ولكن على كلام موجود جواب الكتاب ده لو بصيت في التاريخ على أي قلعة القلعة دي هي أول مكان للهجوم يعني أول ما بتبتدي تحصن نفسك بموارد وتبين للناس إن أنت عندك يعني الموارد اللي أنت بيها بتحمي نفسك ساعتها اتضربت جيلك أما الإيه مايكل اللي أنت قلته في الأول إيه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصن بيها نفسك الإجابة هي الناس إن يكون عندك مجتمع حواليك المجتمع ده لو إحنا بنتكلم على الشغل ممكن يكون مجموعة من الأصدقاء حواليك المجتمع ده لو إحنا بنتكلم على علاقات اجتماعية ممكن يكونه الدائرة القريبة اللي موجودة حواليك عمر ما فيه أي حد في الدنيا هيجرؤ إن هو يهاجم حد أو هيجرؤ إن هو ياخد إجراء قاسي ناحية حد هو أصلا عنده مجموعة من العلاقات الكبيرة القانون رقم ثلاثة اللي معنا النهاردة وده كان رقم عشرين في الكتاب اسمه لا تلتزم مع أي شخص تاني هشدد إن الكلام ده اللي موجود في الكتاب على الكلام اللي موجود إنك لا تنحز لأي طرف من الأطراف الطرف الوحيد اللي أنت محتاج تنحز إليه كل مرة هو نفسك أنت وبس طبعا دي فكرة أنانية شوية ولكن الفكرة دي لحد ما بتضمن الاستقلالية بتاعتك في اتخاذ القرارات أو اتخاذ يعني أي فكرة معاينة أنت عايز تنفزها في دماغك ومش بس كده الفكرة دي ممكن تعالج مشكلة عند بعض الناس ألا وهي إن أنا مش عارف أحط حدود بيني وبينهم أو أنا دايما بفضل إني أعمل مصالح الناس أكتر من مصلحة وعلى كلام الكتاب الناس نعين يعني فيه ناس بتسعى إن هي تستغلك أو فيه ناس بتسعى إن يتم استغلالها إن أنا أستغل اللي حولي أو على الأقل خالص أنا أركز في نفسي وأخلي الأفضلية دايما ليا أنا ده أفضل بكتير جدا من إنك تخلي نفسك عرضة إن الباقي يستغلوك كلام الصراحي يعني في الكتاب ده شرير جدا مش عارف أنت مكمل معي الفيديو ده ليه القانون رقم 4 لأنا أتكلم عني النهاردة وده قانون صعب جدا وهو القانون كان رقم 32 اللي موجود جواه الكتاب ده ألا وهو إلعب بمخيلات الآخرين روبرت جرين كان بيرو في الكتاب ده إن الحياة قاسية جدا وكل واحد فينا عنده ضغوطات كتيرة قوي وعشان كده الناس اللي بيوعدونا بأحلام جميلة والناس اللي بيحاولوا يحققوا الرومانسية في حياتنا والناس اللي دائما عندهم يعني كده زي تطلعات جميلة بيحاولوا أن هما يقولوها لك الناس دي بمثابة الوحات الخضراء اللي احنا دائما بنحاول نوصل لها في عز الصحراء اللي احنا عايشين فيها لو عايزين نلعب اللعبة دي ولكن بشكل أخلاقي شوية فممكن لو أنت مثلا بتبيع حاجة أو بتسوى لفكرة جديدة محتاج تفكر في البداية الناس محتاجة إيه وتحاول أنك تربط الفكرة دي بإحتياج الآخرين وتوري لهم قد إيه الفكرة دي هي بجد بتلمس احتياجهم وبتلمس الحاجات اللي هما بيدور عليها طول حياتهم حقيقة كده عاملة زي الولاد اللي هما عايزين يتجاوزوا بنته معينة فبيحاولوا أن هما يسراحوا بيها كتير قوي ويقولوا لها وعود جميلة جدا علشان توافق عليهم حتى لو هي مش بتحبه القانون رقم 5 وده اللي بسببه النهاردة نغارية العميز بتاعي قالا وهو او عدبان متكامل قدام الناس القانون ده فكرته أن لو أنت دلوقتي فيك كل حاجة جميلة فأنت عرضة برضو أن يحصل عليك هجوم كبير غير الفكرة دي الأشخاص اللي زي كده لما بيقعوا في أي غلطة الناس اللي حواليهم بيفتكر كويس جدا الغلطة بتاعتهم لأن غلطة الشواطر بألف ومش بس كده كمان لما بتشوف أنت إنسان متكامل في كل حاجة بيكون الوصول إليه في دماغك صعب بتحس أن انت مش عارف أنك تتكلم معي بتحس أنت مش عارف تكسبه بتحس أن الشخص ده ممكن ما يكونش حد غريب منك وطالما أنت بالطبيعي كده في شخص أنت مش عارف توصله الشخص ده بيكون مع الوقت العدو بتاعك القانون رقم 6 اللي معنا النهاردة واللي كان رقم 28 في الكتاب القانون بقى غريب جدا القانون ده بيقولك لو أنت دلوقتي داخل تعمل أي حاجة بتعمل مشروع جديد بتتعرف على الناس جديدة بتعمل أي حاجة جديدة في حياتك لو أنت دلوقتي فكرت أن التخطيط هو أهم حاجة فكرت أن أنت تكون مستعد فكرت أن أنت تكون ملتزم كل الكلام ده ممكن ما يكونش له أي لازمة ولكن في حاجة بس واحدة مهمة محتاجة أنها تكون موجودة عندك مهارة إذا هي موجودة عندك تقدر تعمل أي حاجة في الدنيا وهذه المهارة هي مهارة القلب الجريب من الآخر كده يعني خش على أي حاجة بصدر مفتوح وواسع وكأنك يعني داخل تشوت اللي قدامك وتشوت أي حاجة أنت بتعمل طبعا فكرة التقى بنفس فكرة مهمة جدا وبساعدك أنها تطلع إمكانياتك وعلى كلام روبرت جرين كلنا عندنا مهارات كتيرة جدا ولكن بسبب إيه لتقاطنا في نفسنا ساعات مش بنعرف أن نستخدم المهارات الطبيعية بتاعتنا في المواقف اللي احنا ممكن نستخدمها فيها وعشان كده بنيجي في آخر اليوم نقعد نقول يا إزاي ما قدرتش عمل كده الحل في أن أنت أصلا من البداية ما دخلتش بالقلب الجريء ده ما دخلتش بفكرة الثقة بالنفس اللي أنت تحسسك كده أن أنت داخل تشيل الناس وكأن ما فيش حاجة مهمة بالنسبالك في هذه الحياة فالزاتورة بتاعت الحتة دي يعني خليك عامل زي الدبابة أنت داخل هتشيل اللي قدامك وهتشيل كل حاجة وهتشيل أي عوائق بغض النظر عن جد إمكانياتك ممكن تكون عاملة زي لو وصلت معي لحد هنا فأنا أكيد بقى محتاج منك اللايك والتشجيع عشان أنا بقول لك يعني كتابه هو بقول لك على حاجات كتير ممكن تفيدك وممكن برضه أقول لك أننا بنقدم برامج كتيرة ممكن بجدد فيدك أن أنت تغير حياتك وتغير حياة الناس اللي أنت مهتم بيهم زي مثلا برنامج الكوتشنج البرنامج اللي بيساعدك أن أنت نفسك تعمل كوتشنج لنفسك ما تروحش بقى لايف كوتش أنت نفسك تكون قادر أن أنت تنفذ الكوتشنج على نفسك أو لو أنت لايف كوتش وبتدور على شهادة معتمدة من الـ CBD أو من الـ ICF فتقدر من خلال هذا البرنامج تقدر أن أنت برضه تساعد الناس التانية وتكون لايف كوتش معتمدة عندنا برامج تدريبية كتيرة ممكن تنزل وتبوص عليها في اللينك الموجود في الـ description تحت القانون الرقم 7 والأخير الموجود معناه النهاردة هو أنك محتاج كل شوية تحرك المياه الساكنة عشان تقدر تستاضي السمك بمعنى تاني لو أنت دلوقتي عايز تمسك غلط على حد ما ينفعش أن أنت تكون الشخص اللي متوتر دايما والشخص الغطبان دايما أو الشخص اللي عنده مشاكل بل بالعكس أنت محتاج تحط اللي قدامك في مواقف كتيرة ممكن فيها هو يتصرف بشكل غلط وساعتها تقدر أنك تمسك الغلط دا بس عشان تقدر تعمل كده وتمسك السمك بجد محتاج أنك تتأكد أن أنت حالتك النفسية كويسة جدا أنت هادي جدا أنت عارف أنت بتعمل إيه كويس قوي أنت بتحرك المياه ولكن في نفس الوقت أنت قديك نظيفة أنا بقول لك الكتاب دا مسهل الكتاب دا بيعلمك إزاي تكون قادر تتعايش في العالم اللي إحنا ممكن نكون عايشين فيه دلوقت أنت كنت مستني أقولي القانون اللي هو بتاعتظاهر بالغباء صح؟ وهو القانون دا أصلا كان موجود ولكن أنا قررت أقوله في ستوري وليه قررت أقوله في ستوري؟ لأن كان فيه قانون تاني أصلا جواه كتاب دا بيقول لك خليه غير متوقع فممكن تخش بقى تشوف القانون بتاعتظاهر بالغباء على حسابي على التك توك أو على حسابي على الاستجرام عشان تعرف يعني إيه القانون دا وبقى أعمل لي فولو هناك بالمر لو أنت مش مقتنع بالكلام الموجود جواك تبدأ أنا بس عايزك تحفظ الفيديو دا عندك عشان أنا أعرف أنك هترجع له في يومنا الأيام لما تسأل هي الناس ليه بتعاملني كده مع أني كويس معها وبكده للأسف نكون خلصنا حالتنا النهاردة لكن أكيد أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله كان معكم مايكل راشد برنامج الزتونة